هنروح لخبر بقى كده سكواش مصطفى عسل لم يوفق في اخر بطولة وده وضع طبيعي لعبة كبيرة جدا بتوفق ولكن عندنا خبر حلو مصطفى عسل يهزم طريق مؤمن ويصعد لنصف نهائي بطولة نت سويت الدولية لسكواش بتلاعب في امريكا في ولاية سان فرانسيسكو هتتلاعب في فترة من 13 لحت 27 سبتمبر مصطفى كسب الماتش وجات النتيجة 11-6 و11-8 كسب 2-0 في مبارسة مرة 32 دقيقة بس مصطفى عسل هلعب في الماتش اللي جاي مع علي فرق انا معرفش يعني علي فرق ستقل مع مصطفى يعني دايما مصطفى عسل والله بجد انا هجيب لكو ريكورد للماتشات اللي فات مصطفى عسل يا في دور الـ32 يا في دور الـ16 يقع مع علي فرق احنا طبعا ما نتمناش ده بس هو ان شاء الله مصطفى عسل قده ودود وكسبه قبل كده يعني كسبه علي قبل كده بس هو بيبقى صعوبة يعني انت كل مرة بتقع في كل بطولة انا انا مش احسنا بقصودة طبعا انا مش بقصودة انا بهزر ده اه وعلي مميز وترتيب عالم اول عالم يعني علي فرق اول عالم فمصطفى عسل يعني يعني ما قبله قبل النهاء ماشي انما دايما في دور الـ16 في دور الـ8 موضوع صعب بس احنا كلنا ثقة في مصطفى ومصطفى كان عنده مشكلة في التأشيرة وخد تأشيرة امريكا من الفترة وطلع وكان فيه طبعا يعني محاولات لي ودلوقتي هو جاهز انه يشارك في اي بطولة ان شاء الله جوه الولايات المتحدة الامريكية